كرة القدم كرة القدم اللعبة الأكثر شعبية في العالم كما هي فرجة متعة أهداف وعرقام خيالية من حيث رواتب اللاعبين والمدربين كرة القدم هي أيضا إصابات عقوبات وإقصاءات المتتبع لكرة القدم في الجزائر ينبهر بالرواتب الخيالية للعبين والمدربين لكنه ينسى ويجهل جانبا مظلما مخيفا يتعلق بالإصابات الأمراض أو وفاية اللاعبين فمن يتكفل بهؤلاء في هذه الحالة أو تلك منذ أن دخل عهد الاحتراف إلى الجزائر وإلى اليوم قيل الكثير من الكلام عن تأمين اللاعبين لكن ذلك بقي حبرا على ورق وبقي اللاعبون يدفعون ثمن تجاهل أنديتهم لهذه الإجراءات التي تحفظ حقوقهم حسب آخر المعطيات فإن الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم قررت آخيرا التحرك في هذه القضية وأكدت بأنها ستضرب بيد من حديد في حق كل ما يخل بما جاء بخصوص الضمان الاجتماعي حيث ألزمت الأندية المحترفة بدفع ما قيمته 270 ألف دينار جزائري عن كل لاعب فهل سيتنفس اللاعبون السعداء؟ أم أن كل ما قيل ويقال مجرد كلامي للاستهلاك ليس إلا؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر